موسيقى دائرة الزل العدد 123 من ملس المستقبل تأليف دكتور نبيل فارق ملف المستقبل في مكان ما من أرض مصر وفي حقبة ما من حقب المستقبل توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية يدور العمل فيها في هدوء تام وسرية وطلق من أجل حماية التقدم العلمي في مصر ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية التي هي المقياس الحقيقي لتقدم الأمم ومن أجل هذه الأهداف يعمل رجل المخابرات العلمية نور الدين محمود على رأس فريق نادر تم استياره في عناية تامة ودقة بألغة فريق من دراز خاص يواجه مخاطر حقبة جديدة ويتحدى الغموض العلمي والألغاز المستقبلية إنها نظرة أمل لجيل قادم ولمحة من عالم الغد وصفحة جديدة من الملف الخالد ملف المستقبل دكتور نبيل فاروق واحد ظلال بلا أضواء ارتفع حاجبة كبير سعاة القصر الجمهوري المصري في تأثر وتعاطف شديدين وهو يتطلع إلى رئيس الجمهورية الذي انهمك في مراجعة عشرات التقارير والملفات على شاشة الكمبيوتر منذ عادة من لقائه الأخير مع وزير الدفاع والقائد الأعلى للمخابرات العلمية ورئيس مركز الأبحاث اتتابع له وفي شيء من الحذر والتردد تنحنح كبير السعام وغمغما سيادة الرئيس إنها السالسة صباحا وسعدتك لم تنعم بالنوم والراحة منذ السادسة من صباح أمس مط الرئيس شفتيه وأطلق زفرة حارة وهو يهز رأسه ويفرق عينيه المجهدتين قائلا مازال أمامي الكثير من العمل يا كارم اذهب أنت إلى النوم ولا تقلق نفسك بشأنه طرب كبير السعام منه قائلا في إشفاق كيف أذهب للنوم وأتركك مسترقزا يا فخامة الرئيس عملي الأول هنا هو خدمتك وتلبية كل أوامرك والعناية براحتك واستقرارك تراجع الرئيس في مقعده وفرك عينيه مرة أخرى قبل أن يقول في مراره أي استقرار يا كارم؟ لقد فقدت ذلك الشعور بالاستقرار تماما منذ حادث مدينة السادس من أكتوبر نستأل كبير السعافي حيرة أي حاجة الصيافة خامة الرئيس؟ صمت الرئيس الجمهورية بدع لحظات قبل أن ينهض من مقعده ويتجه إلى النافذة مغمغما فيه عصبية إنسى ما قلت يا كارم ولا تقلق نفسك بمثل هذه الأمور نطقها وانطلق عقله يسترجع معلوماته القليلة للغاية في هذا الشأن والمؤسف أن كل ما يعلمه لا يتجاوز ما بلغه من التقارير المسترقة لوزير الدفاع والقائد الأعلى للمخابرات العلمية ورئيس مركز الأبحاث حادث غامض أصاب فيلا الدكتور وايل شوق عالم الفيزياء والطاقة الشهير وأدى إلى مقتل هذا الأخير وإلى إشاعة الرعب في الحي الراقي بمدينة السادس من أكتوبر ثم انطلق نور وفريقه لتفقد الأمر وبعدها بدأت سلسلة من الحوادث العنيفة الرهيبة مما استلزم إحاطة المدينة كلها بقبة من الطاقة القهروماناتيسية وقطع كل الاتصالات السلكية واللاسلكية عنها وإرسال فريق من القوات الخاصة برياسة العقيد باس البهجة للسيطرة عليها وإعادة الأمور إلى موضعها فيها والتقارير الرسمية تؤكد أن نور وفريقه وراء كل ما أصاب المدينة من رعب وفزع ولكن شيء ما في أعمقه يرفض تصديق هذا يرفضه بشدة منذ البداية وهو يشعر أن الأمور تسير على نحو غير طبيعي غير طبيعي على الإطلاق وربما لهذا أرسل مستشاره الأمني الخاص ورجل المخابرات الفز السابق أمجد صبحي لتفقد الأحوال هناك ولكن المؤسف أنه بمجرد عبور أمجد لتلك القبة القهروماناتيسية تنقطع اتصالاته بالعالم الخارجي تماما وهذا يعني أن ما يحمله من حقائق لن ينكشف إلا مع خروجه من المدينة المنكوبة وعودته إلى القصر الجمهوري والله سبحانه وتعالى وحده يعلم متى وكيف يحدث هذا ولم يدري رئيس الجمهورية وهو غارق في أفكاره أن الحقائق التي يجهلها تفوق ما يعلمه عنفا وخطورة وربما بألف مرة فذلك الانفجار الذي حدث في فيلا الدكتور وائل شوقي لم يكن انفجارا عاديا لقد كان نتاج تجربة فزة غير مسبوقة لصنع فجوة بين عالمين ومن تلك الفجوة انطلقت في عالمنا ظلال عجيبة ورهيبة ظلال احتلت أجساد البشر الأحياء والموتة ودفعتهم إلى القيام بأفعال مخيفة مخيفة إلى حد لا يمكن وصفه ولكن حتى هذا الرعب لم يكن مشكلة نور وفريقيه الوحيدة لقد فوجئوا بسلوك عدواني عنيف من العقيد باسل ورجاله إلى حد اعتبارهم أعداء ينبغي القضاء عليهم حتى مشيرة وفريق التصوير التابع لها لم يسلموا من عنص العقيد باسل وقسوته ولسبب ما انقلبت الدنيا على نور وفريقه وعلى المدينة المنكوبة كلها جرائم قتل عنص وترويع للآمنين ارتكبت في تلك المدينة خلال ساعات محدودة بل وبلغ الأمر محاولة إعدام نور وفريقه أيضا كل هذا دفع نور إلى التفكير فيما يدور من حوله في طبيعة تلك الظلال وقوتها وهدفها بل وفي موقص بهذه المخابرات العلمية والدولة كلها منه ومن فريقه كان هناك حتما لغذ عجيب يختفي وراء كل هذا لغذ يتعلق بجهاز المخابرات والجيش وإدارة البحث العلمي لغذ يستحق إخفاؤه وارتكاب كل هذه الجرائم وكان على نور وفريقه أن يبزلوا قصارى جهدهم لحل ذلك اللغذ ولتحقيق الهدف الأول لوجودهم الكشف كشف الحقيقة مهما كان الثمن ولكن حماسهم هذا كانت تعترضه مذكولة كبرى مشكلة تكمل في أن رجال القوات الخاصة قد حصروهم داخل مستشفى السادس من أكتوبر وكان على نور أن يتخذ قرارا حسما رهيبا خلال سوان ثلاثة حسب إما حياته أو حياة رفاقه ولم يكن من استهل عليه أن يتخذ هذا القرار لم يكن من استهل أبدا كل هذا كان يجعله رئيس الجمهورية وهو يقص في شرفة القصر الجمهوري وعقله يعيد دراسة الموقف ألف مرة معذرة يا فخامة الرئيس انتزعه صوت كبير السعاء من أفكاره فالتفت إليه متسائلا ماذا هناك يا كارم؟ أجابه الرجل وهو يمد يده إليه بمظروف كبير لقد وصل هذا على الفور اختطف رئيس الجمهورية المظروف من يده أفضه في سرعة وراح يقرأ التقرير المشترك داخله فيه اهتمام بالغ قبل أن ينعقد حاجباه في شدة ويتمتم في عصبية نفس الأمر نفس الأمر السخيف يتقرر مرة أخرى تفاصيل فرعية كثيرة دون معلومة واحدة حاسمة أو مفيدة كان يبدو محنقاً ساخطاً عصبياً وهو يراجع التقرير مرة أخرى قبل أن يلقيه جانباً وهو يهتف هناك شيء ما شيء يخفيه الجميع عني لسبب ما شيء لا يمكنني فهمه أو استيعابه بدأ كبير السعي أكثر تعاطفاً وهو يقول فخمت الرئيس لماذا تقتل نفسك على هذا النحو؟ ما وظيفة معاونيك ومستشاريك إذن؟ هذا الرئيس رأسه قائلاً في توطر في الظروف الحالية لا يمكنك أن تمنح سقطك الأحد في سهولة يا رجل وليس من السهل أن تجري اتصالاتك إلا مع الـ بطر عبارته بختة وانعقد حاجباه في شدة وهو يهتف رباه الاتصالات سأله كبير السعي في قلق ماذا هناك يا سيادة الرئيس؟ أشار رئيس بيدي في توطر بالغ وهو يلتقط التقرير مرة أخرى قائلاً تلك المعلومات الجديدة التي وردت في التقرير المشترك من أين حصل عليها أصحابه؟ بدت الحيرة على وجه الرجل وهو يتمتم ماذا تعني يا فخمة الرئيس؟ تابع الرئيس على نحو يؤكد أنه لم ينتبه إلى عبارة كبير سعاته وأنه يصكر بصوت مصموع فحسب هناك وسيلة اتصال بينهم وبين رجالهم داخل المدينة هناك وسيلة ما حتماً وازداد انعقاد حاجباه وهو يفكر في الأمر أكثر وأكثر وأكثر ثم غمغم في عصبية أكبر من الواضح أنهم يخصونوا الكثير الكثير جداً قالها والتفت إلى كبير السعاء قائلاً بلهجة آمرة سمعني جيداً يا كارم أريد منت أن تحضر اللواء سليمان حضق الرجل في وجهه بدهشة مغامغماً اللواء سليمان؟ من؟ أجابه الرئيس في حازم اللواء سليمان حازم قائد الحرس الجمهوري اذهب لإحضاريه على الفور قال الرجل في دهشة أكبر الآن؟ في هذه السبعة؟ لوح الرئيس بيده قائلاً لقيمة للوقت الآن يا رجل أيقذه بأي توسيلة المهم أن يحضر إلى هنا بأقصى سرعة دون أن يخبر أحداً أو يصطحب أياً من معاونيه هل تفهم؟ السرية المطلقة ضرورة حتمية الآن يا رجل خفق قلب كبير السعافي شدة وأدرك أن أمراً جللاً في الطريق وامتلأ كيانه كله بالفخر لأن الرئيس قد أولاه سقطه المطلق في ظروف كهذه فشد قامته وقال في حزم بالغ اطمئن يا فخامة الرئيس كل شيء سيثير وفقاً لأوامرك اطمئن قالها وانطلق لتنفيذ الأمر وكل حزم وحماس الدنيا تاركاً رئيس الجمهورية خلفه وهو يعيد التفكير في الأمر والقلق الذي يملأ كيانه يتضعف ويتضعف ويتضعف هذا لأن ذلك الهاجس في أعماقه كان يؤكد له مرة أخرى أن هناك مواجهة قادمة في الطريق مواجهة حاسمة وخطيرة للغاية كل كيانها انطلقت مشيرة تعدو خلف سيارة العقيد باسئ التي تحمل أمجاد صبحي المستشار الأمني الخاص لرئيس الجمهورية لم تكن تعرف هويته بالضبط ولكنها أدركت من رجلي الحرس الجمهورية اللذين استحبانه ومن اهتمام باسل البالغ به أنه منذوب فوق العادة من مؤسسات رياسة نفسها يتفقد الأمور في المدينة التي انقلب أمنها رأساً على عقب منذ مغيب الشم ثم إن شيئاً ما؟ في أعمقها وكيانها وفي خبراتها الصحفية السابقة أنبقها أن الحل كله يكمل في يد هذا الرجل في منذوب رئيس الجمهورية ولكن فجأة برز ذلك الجندي وهو يهتف في سرامة توقفي يا سيدتي وما إن أكمل عبارته حتى رفع فوات مدفع الليزاري نحوها في عدوانية شرسة وانطلقت أشعة الليزار القاتلة ومع الدماء التي تفجرت انتفض جسد مشيرة في عنس وانطلقت من حلقها شهقة قوية وهي تحضق في وجه هيثم الذي بدت ملامحه صارمة مخيفة على نحو عجيب وهو يمسك مسدساً الليزارياً قوياً وتطلع إلى جندي إصطاعق الذي اتسعت عيناه عن آخرهما والدماء تتضفق من صدريه في غزارة قبل أن يسقط جثة هامدة وفي زهول مزعور هتفت مشيرة رباه قد قتلته يا هيثم التفت إليها الصبي في برود عجيب وهو يقول هل كنت تفضلين أن يقتل قدور؟ أدهشها جوابه وإسلوبه البارد الصارم الذي لا يتناسب قط مع عمريه وطبيعته فتقدمت منه في حذر وقد نسيت كل ما يتعلق ببندوب رياسة الجمهورية الذي اختفت به سيارة باسل الجيب وسط شوارع الحي وقالت في قلق من أين حصلت على المسدس؟ وكيف؟ أجابها بنفس البرود الصارم وهو يشير بالمسدس إلى فيلا الدكتور وائل كان ملقه لك مدت يدها إليه قائلة أعطني إياه كانت تتوقع مقاومة عنيفة أو رد فعل عصبي صارم إلا أنها فوجئت به يناولها المسدس في هدوء دون أن ينبس ببنت شفا وفي نفس اللحظة التي أطبقت فيها أصابعها على المسدس ظهر الأستاذ حسن وهو يهتف فيه توطر أسرع إلى المنزل قبل أن تتعقد الأمور أكثر اتفت إليه هيثم بنظرة باردة في حين قالت مشيرة في عصبية لقد تعقدت بالفعل هيثم قتل الجندي أجابها الأستاذ حسن في حزم عصبي لقد رأيت كل شيء هيا عود إلى المنزل قبل أن يصهر جندي آخر أشارت إلى جثة الجندي قائلة وماذا عنه؟ واتشفتي قائلا سأتطبر أمره ثم دعا بشعر هيثم في حنان مستطردا لا تقلق يا بني لا تقلق أبدا لن يؤذيك أحد وأنا على قيد الحياة رفع هيثم عينيه إلي في بط واتطلع إلى وجهه لحظة قبل أن يمد يده إلى مشيرة قائلا هيا بنا التقطت مشيرة يده في سرعة واندفعت معه نحو المنزل وفي حين جذب الأستاذ حسن جثة الجندي القتيل مغمغما في عصبية السيدة مشيرة على حق لقد تعقدت الأمور أكثر وأكثر بالفعل أما زوجة الأستاذ حسن فلم تكن تلمح هيثم حتى اندفعت نحوه واحتوته بين زراعيها بكل لفة الدنيا هاتفة هيثم حمدا لله على سلامتك يا بني حمدا لله تطلع الصبي إليها بلا انفعال مغمغما أشكرك يا سيدتي أشكرك كثيرا ترجعت السيدة لحظة وحدقت في وجهه قبل أن تضموه إليها مرة أخرى قائلة في لوعة يا للصبي المسكين إنه مصاب بانهيار عصبي تمتمت مشيرة في إشفاق لقد عاني الكثير اشتفت إليها الصبي بحركة حادة وتطلع إلى عينيها مباشرة على نحو صرت معه كشعريرة باردة في جسدها وقد خيل إليها أنه يغوص في أعمقها ويسبر أغوارها بنظرته الحادة فارتبكت متمتمع ماذا هناك يا هيثم قبل أن يجيب الصبي نفع الأستاذ حسن إلى المنزل وأغلق بابه خلفه في سرعة وهو يلهس قائلا لقد خفيت الأمر مؤقتا قال هيثم بنفس البرود الصارم المخيف سيكشفون غيابه إلى الساعة واحدة على الأقل شعر الأستاذ حسن بالدهشة لأسلوبه هذا ولكنه عزاه إلى مواده من صدمات عنيفة في تلك الليلة وبخاصة مصرع والديه فتجاهل الموقف كله وهو يقول في حزم لا تقلق أبداً أيه الصبي قال هيثم في صرامة اسمي هيثم دعب حسن رأسه في حنان متمتمع فليقل لا تقلق أبداً يا هيثم قلت لك إن أحداً لن يسيء إليك ما دمت أنا على قيد الحياة تطلع إلي هيثم لحظة في صمت دون أن يحمل واجهه أية إنفعالات ثم لم يلبس أن التفت فجأة إلى مشيرة متسائلاً لقد صنعتي نسخة من ذلك الشريط أليس كذلك؟ بدت الدهشة على وجوه الجميع وتبادل نظرة متوترة للغاية قبل أن تجيب مشيرة بلى ما قد فعل؟ رفع الصبي سبابته قائلاً في حزم لابد أن تصل تلك النسخة إلى المقدم نور الدين بأي ثمن تبادل السلاثة نظر الدهشة أكثر توتراً قبل أن يسأله الأستاذ حسن هل تعرف المقدم نور تجاهله الصبي تماماً وكأنه لم يسمع وهو يقول لمشيرة هل تفهمين؟ لابد أن يطالع فريقه ما حدث مهما كانت الظروف ازدردت مشيرة لعابها في صعوبة وهي تتمتم وكيف يمكن الوصول إلى نور الآن؟ صمت هيثم بدع لحظات وكأنما يدير الأمر في رأسه قبل أن يجيب في حزم شديد وبصوت عميق بدأ وكأنه يتصاعد من أعماق بئر صحيقة ربما أمكنه هو الوصول إليك تسعت عينها وعين الأستاذ حسن وزوجته وسلاستهم يحدقون في الصبي الذي أدار عينيه في بطء إلى النافذة متمتماً متمتماً ربما ثم اتجه نحوها وراح يتطلع عبرها إلى فينة الدكتور وائل في اهتمام صامت دون أن تصدر عنه أدنى حركة وفي صمت حذر تمتم الأستاذ حسن ماذا دهاه؟ غمغمت زوجته وهي تضع يدها على صدرها في ارتياع إنه يبدو مختلفاً ثم شهقت من فرط إنفعاليها قبل أن تضيف بصوت مرتجف مختلفاً تماماً تسعت عين الأستاذ حسن أكثر وأكثر وهو يستعيد في هلع كلمات الدكتور وائل الأخيرة إنهم هنا أما مشيرة فقد وصلت التحديق في الصبي وهي تتساءل في أعماقها ما الذي أصابه أهي صدمة عصبية من جراء كل ما تعرض له الليلة أم هو أمر آخر من المؤكد أنه ليس من السهل أبداً على صبي في مثل عمره مهما بلغ زكاؤه وبلغ تعب قريته أن يحتمل رؤية والديه وهما يلقيان مصرعهما أمام عينيه هذا كفيل بتحطيمه حتماً ولكن كيف علم وأمر نسخة الشريط؟ ولماذا الإصرار على إيصالها إلى نور؟ وبأي ثمن؟ ثم وهذا هو الأهم أين نور الآن؟ أين؟ لم تدري ولم يدري الأستاذ حسن وزوجته أنهم في نفس اللحظة التي يتطلعون فيها إلى الصبي كان هو يتطلع فيه اهتمام بالز إلى فيلا الدكتور وائل شوقي بعينه تبرقان ببريق عجيب بريق أحمر رحيب